مساء الخير للجميع ديوفنا من اليوم هنه اصحاب بقدار هنه رميشية موجودين بيو اس اي ونحن عم نتفعل نحن اليوم بشكل ديم على وسائل التواصل وبما انه اليوم كورونا وإلى آخره أثبت انه هالعلاقة اللي نحن بلشناها على الميديا عم تثمر اليوم عم نقطة في سيمارة من مساء خينا جهاد أبو الطاس وأختنا دينيز العلم مساء الخير دينيز مساء الخير مساء خير أستاذ فليب مساء خير دينيز بليز عرفينا عحالك دينيز شوي للي ما بيعرفك من غير شر أكيد أنت معروفة أنا بالأول بنت رميش مثل ما قلت دينيز العلم بنت لياس العلم أنا بسار إلي برات لبنان بدأك تقولش 17 سنة درست بفرنسا معي دكتورة بعلوم البيولوجية وهون بشتغل بجامعة UCLA بروفسور بجامعة ومديرة لابراتوار أبحاث من أبحاث اختصاص الأمراض الروية ونركز هلأ على الكوفيد عند الولاد عظيم يعني أنت صاحبة اختصاص بالموضوع العالمي اليوم بسلامة الجميع وخصوصا ربنا يحميكم لأنه أنتو عليكم ضغط كتير خينا جهاد مشهور برميش بس برضو كمان نطلب إنه هيك كلمتين يعرفنا عن حالو أكتر بنصوار إليك أستاذ فليب بنصوار لرميشين كلهم وينما كانوا يعرفوني أهل رميش بحب رميش كتير وبنزل على رميش كتير جهاد بطرس أبو طاس صار لي بأمريكا بحدود 25 سنة بشغل بالأعمال الحرة وبقلبي حب رميش والأي شي بساعد ضيعتنا لتعلى على مراتب أعلى وتنشهر عالميا يعطيك العافية اسم على مسمى جهاد طول عمرك بجهاد ويعطيك ألف عافية مرسي تسلم أنا صراحة انبسطت بالحملة اللي أنتو فيها وطبعا أنا بيعتبر حالي عضو معكم بالحملة وأنتو شفتوا أنه أنا اشتغلت بتواضع قدمة فيي طبعا لأنه أنتو اللي عمدي عليكم أنتو اللي عم تجمعوا لها الحملة وأنتو اللي عم تشتغلو له وعم تتصلوا إيمن يمكن كل شخص بشخصه حتى تتحكم بدي أعرف منكم كيف الأصداء عندكم بالنسبة لها الحملة كيف ملقى أهل رميش لها الحملة كيف حبوها أو ما حبوها تحمسوا لها أو كانوا فاطرين لألا دورك دينيز أول شيء أستاذ فليب بدي أشكر أنا جيهاد كتير على دعمه وشغله بهالحملة كتير هو بيعرف أهل رميش هون أكتر مني بكتير بنورث أمريكا وهو صار إلو فترة بيشتغل أعمال خيرية أنا جديدة بهالمجال فبدون جيهاد كان أكيد ما فينا نعمل شيء وغير ناس كمان ساعدونا بهيدا المجال بشكل عام أنا هاي الحملة يعني خلتني أرجع أتصل وأعمل connection مع كتير من أهل رميش وبصراحة كلنون كتير تقبلوا الموضوع وكتير انبسطوا ما في حدا نبحكي على التليفون غير بيقولي نحنا منفتخر إنه يكون في هيك مبادرة برميش ومش بس برميش ومنحكي بعد شوية غير ديع كمان عمين نقلوا فكرتنا وعم يتصلوا فينا ويسألونا كيف أنتو هيك عملتوا كيف أهل رميش بيجعب لكم هيك شغلات لتساعدوا بلدكم أوكي رح نرجع لهيدا الموضوع بس بالأول يا رات بعرف وين صرنا بالحملة نحنا كنا عساس إنه منا نجمع عشر تاليف دولار ونحنا شفنا إنه جمعنا يوم بعدين أنتو كفيتو يا رات خينا جياد تصب لنا شو سا بلشنا ببلش الدنيس بكل تواضع متل ما قيلت بالحملة وبعدين خطت أنا معه وعملنا اتصالاتنا مع الرميشيين هون بأمريكا وبراد أمريكا لقينا فيه تجاوب يعني غير محدود وشي بيكبر القلب يعني بقدر قول أستاذ فليب اتفاجأت كتير رغم الوضع الصعب اللي عم بيعيشوا لبنان قديش فيه ناس من قلب الرميش ومن قلب لبنان ساهموا بمبالغ يعني كتير كتير كبيرة ولقينا تجاوب من أستراليا من أوروبا من كل بلدين من الخليج من أمريكا كندا فكرمال هيك تشجعنا تخطينا مبلغ العشر تلاف سلنا قريب 12 ألف ونكملين لحد إذا الله راد لحد العشرين ألف الحمد لله ولا درماش تفاعلوا بشكل غير طبيعي كل لايك كل شير كل شي ساعد حتى فلس الأرملي ساعد أكتر من مال الوزير شي بيكبر القلب وهذا شي شجعنا نكمل ونكملين وبعض الحملة مستمرة وإن شاء الله بنقدر هدفنا أنا بدي أقول ملاحظة أنه عرضنا اليوم فيديو نزلته البلدية للمركز الصحي المختص بالكورونا نعمل بالندوى الثقافية برماش هالمركز نحط فيه الأسرة ونحط فيه الأكسجين وكل المعدات اللازمة لاستقبال حالات الطارقة لأسعافها هذا طبعا بفضلكم وبفضل كل المتمرعين وكمان هون فيه فضل للندوى الثقافية وللبلدية اللي هني كمان اشتغلوا على الموضوع وقدموا المركز وإلى آخرين طيب حملة هيدة الحمدلله الناشحة وربنا بركة مثل كل الأمور يعني نحنا ما نشوفه ولا درماش عطول بيكونوا أسخية هيدة اللي فهمتوا أنه أثارة حماس غير بلدات يا ذات بتحبرين شوية التفاصيل عنها دكتور دونيس أستاذ فليب يعني أنا تفاجأت أنه عم يجين اتصالات من غير دياع ومن غير بلديات حتى يسألوني كيف عملتوا هيدة الشغل كيف اجت ببالكن هيدة الفكرة وفيكن بليس تعلمونا تنكون متلكون وتنقدر نساعد دياعنا في بالقليل إضاياتين مارح سنميهون بس كرميل محكيتون بالموضوع قبل اتصلوا في رؤسة البلدية وعم ساعدون وعم نفرجيهون كيف يشتغلون لأنه لبنان بحاجة كثير كل دياع فكل اللي بيقدروا يساهموا ويساعدوا وأنا بفتخر كثير أنه أهل رميش نحنا دايما بالأول يعني منفتح الطريق لغيرنا بهك أعمال خيرية طيب شكرا لألك استاذ جهاد حبيبنا بس لأنه أنا بذكر أنه عملت جروب قبل للمغتربين الرميشية في شي مشاريع لقدام بالنسبة لهالجروب تطويرات مأساستها استاذ فليب نحنا أسسنا جروب لأبناء الرميش بشمال أمريكا أمريكا كندا والمكسيك نورث أمريكا كبرنا الجروب ضفنا بمساعدة دينيس كمان ضفنا كل اللي كانوا نقصين بالجروب من كاليفورنيا ومن غير ولايات حلمنا هو نكبر الجروب لنعمل نحنا ورح نسجل جمعية قريبة إن شاء الله بس نخرص من هيد الحملة رح نسجلها رسميا بالدوائل الحكومية بأمريكا كرميل تصير جمعية رسمية ونقدر نطلب مساعدات من الدولة الأمريكية وإن شاء الله هيدا الصفحة بتضم صفحات أو إما صفحات تانية أوروبية أسترالية خليجية أو نشمل كل المغتربين تحت صفحة واحدة لنقدر نوحد الجهود كيف نقدر نساعد رماش اجتماعيا وماديا وسقفيا وكل شيء نقدر نساعد فيه إذا الله رأيت هيدا هو هدفنا الطويل نجمع كل المغتربين تحت صفحة واحدة وتحت اسم واحد وهدف واحد نشاط مبارك وأعتبروني يعني ياريت تستقبلوني عضو معكم أكيد مثل بقية الجامعيات برماش طبعا اللي أنا بعتبر حالي عضو فيها طيب شكرا للكون إذا عندكم شيء تدفو بليز تفضلوا بس أستاذ فليب بإسمي وبإسم جهاد وبإسم كل أهل رماش بحب تشكر كل واحد تبرع عمل شير في كتير ناس behind the scenes عم بيساعدونا يوصلوا الكلمة ويوصلوا اللينك لعيالهم ولأهلهم وأنا بتشكر لكل اللي عم يشتغلوا معنا على هالموضوع وبقل لهم بطليس كفوا عم تتبرعوا لنوصل للهدف لعيادة والكلينيك اللي فتحوها بعد بدها كتير شغل بتشكر شباب الصليب الأحمر بشكل خاص والبلدية والندو السقافية على كل هالأفورت ونحن هون لنساعدهم بمساعدتكم كلكون شكرا أنا أستاذ فليب بدي ضوى على شغلة شخصية معلش شي بدي بدي فوت بالشخص شوي أنا كنت برماش بخلال الأعياد وانصدق بالكورونا وتأثرت يعني بهذا الموضوع بالذات واتدخل الصليب الأحمر وقت كان لازم يتدخل معي شخصيا من نقلي على المستشفى ويرجع يجبوني شفت الجهود الجبارة اللي قاموا فيها الشي بيكبر القلب وبيفرح النفس وبيخلينا نصمم ونزيد إرادتنا لنقدر نساعد أكتر لأنه هذو هني ملائكة الخير اللي على الأرض صراحة بدوم صوتي لصوتك الصليب الأحمر بالرماش تعملت معه وكم مرة أنا وشفتهم أنه قد الشهادة وزيادة ومش بس الصليب الأحمر كل جمعيات رماشية أكيد أكيد بيرفعوا الرأس I'm proud to be from رماش ونحنا super proud كمين super proud عطول بكلمة بقولة أن رماش بالقلب وعطول رح تطل بالقلب إن شاء الله خير إن شاء الله مرسي لالك